اشتركوا في القناة كان زوقه حلو جدا جدا في المزيكة وفنان قوي ووشه حلو على الناس اللي بيشتغلوا معاه كان دايما في مقولة مشهورة في الوسط الغنائي لو اشتغلت مع عامر مونيب هتشتغل مع عمر دياب وحصل بالفعل عامر كان وشه حلو على كل الناس اللي اشتغلت معاه قبل ما يشتغلوا مع عمر دياب عمر مصطفى خالد تاج الدين احمد علي موسى وفنانين كتير قوي مش عايز انسى حد فيهم كانت بدايته مع الفنان عامر مونيب ووشه حلو اشتغلوا مع الفنان عمر دياب ودايما هو بيقولها اللي بيشتغل معايا انا وشه حلو في الموضوع ده وكان يعد يقول لي عمر دياب لو قبلك مش هيسيبك والحقيقة كانت قعدته جميلة وبنحكي اجمل ذكرات فيها وكان بيحكي لي تاريخ فنانين كتير وصقفني كتير فنان عامر مونيب وقعدته جميلة ما تشبعش منها قدمني لي الملحن الكبير صديق العمر الملحن عمر مصطفى وكان ساعتها عمر بيعمل ألبوم علامة في حياتك ومشغول جدا بالألبوم ده فكان بيسافر برا مصر ويدوب بيدينا اللحن واحنا نعيش مع عامر الله رحمه بعد ما نكتب له الكلام اول علاقة بيه كنت بروح له مع صديق عمري الشاعر الكبير عز الدين عباس وكان شاعر جامد جدا عز الدين كنا راحين جايين مع بعض ومنافسة شريفة طول الوقت كان هو عامل ثلاث أغاني أعتقد منهم أغنية من غير لؤاك وأنا اللي سمعتها للفنان عامر مونيب ساعتها في الأول دخلت على الفنان عامر مونيب عندي حماس الشباب وبطلبه بالتغيير الشامل وعايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا وأنا عايزك تعمل الشكل الفلاني في المزيكة انت بقى لك كتير ما غيرتش وكان سني صغير وحد اللهجة في التعبير شوية ما عنديش خبرة في الموضوع ده من كتر ما أنا مش حابب أجامل في الفن والفن بالنسبة لي يعني ما أقدرش أعمل فيه كذا قفل مني وقال لي ما تهدى يا ابني انت فاكن نفسك عملت حاجة وكان عنده مليون حق الصراحة أنا كنت سخيف جدا ساعتها وصريح زيادة عن اللزوم بس على قد ما استرخبني على قد ما استأمني جدا وكان بيحب ياخد رأيي لحد ما حبني على المستوى الشخصي وبقيت كل يوم أخلص جمع أطلع عليه أنزل الساعة 7 الصبح بعد ما يصلي بنا الفجر فإن أنا عمل مليب فيه لفتة إنسانية عايزة حكيها إن أنا كنت بقوله أنزل قبل الفجر لإن ساعتها ما كانتش معايا عربية كنت بشوف تاكسي أو أي حاجة أروح بيها فكان دايما يقولي نصلي الفجر وأنا هوصلك وبالفعل بينزل يوصلني أنا وعز الدين لغاية بيوتنا حقيقة كان راجل خير وراجل زوق وصرته جميلة على كل لسان جيت على بادي كانت آخر أغنية في أغنية في الألبوم كان نفسي أعمل لي أغنية فيروزي شرقي كده وليها صوت معين قال لي أنا وصك فيك يوم ما تلاقيها وتعجبني أنا معاك أول ما عمر قال لي وصك فيك أول ما تلاقيها أنا تمام رحت لعمر مصطفى وكان عمر مصطفى الفترة دي بيسافر كتير عشان بيعمل ألبوم معلمة في حياتك برا مصر وتقريبا اليوم ده روحت له كان عنده طيارة بعد الساعة أو ساعتين قلت له بص أصلا أنا مش همشي غير ما تديني جملة فيروزي لأن أنا نفسي أعمل لعمر مونيب أغنية ليها طبع فيروزي شرقي كده عمر مصطفى عديد حك يا ابني عندي طيارة يا ابني مستعجي لغطره مش همشي لما تديني الجملة وفعلا في خلال دقتين كان ما طلع لحني جيت على بالي وكان عاد عمر مصطفى عبكري وما بيغلبش خلص عمر طلع هو على طيارته وأنا طلعت عن نادي الأهلي وأحيانا أنا بتأثر وبيبقى فيه أماكن ملهمة بالنسبالي ومن ضمن الأماكن الملهمة دي النادي الأهلي في مبيت نصر كان ليه صحاب وأصدقاء كتير فيه ودايما بروح هناك أعمل أحلى أغاني عمري رحت وممشيتش لما خلصت لحني جيت على بالي كتبت الكلام وكنت فرحان بيه جدا 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 حاولت أكلم الفنان عمر مونيب وسمعه وفرحه بس الأسف كان تليفوني بفاصل شحن لأن طولي يوم برى البيت قلت أروح له على طول من غير سابق ما وعيد وبالفعل رحت له سألت الحارس قال لي والله لسه خارج من ساعتين وأنا الحقيقة اليوم ده كنت مرهج جدا وعايز أروح يا دوب مشيت كم خطوة لقيت عامر بينادي علي وكان مفكرني معدي بالصدفة حكيت له أن أنا لقيت الأغنية واتبسط جدا وقال لي يلا بينا نطلع فوق طلعنا فوق قعد على البيانو بتاعه غنيناها مع بعض وسلقيت في منتهى الجمال تقريبا دخل سمحها لمدام إيمان زوجته وقال لي عجبة مراتي جدا وأنا مبسوط بيها جدا يلا ندخل بيها ستوديو وجاب أعضاء الفرقة الماسية وتقريبا اليوم ده هو اللي تصورنا الصورة الوحيدة ليا مع الفنان عامر مونيب وما زالت بروفايل على صفحتي ما غيرتهاش من كتر محبته جدا 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 على المستوى الشخصي قال لي بكرة تشتغل مع عمورة وتبعني قلت له والله أبدا قصده عمر تجاب واتفقلت بيه وما بغيرش الصورة ولا هغيرها على طول طول ما نعايش عشان كل اللي يشوف أغنية ونجاحي يفتكر وش الخير عامر مونيب نزلت جيت على بالي وكلمني من لندن كان طاير من الفرحة قال لي أنا ماشي في شارع لندن ومبسوط قوي وكان مش مصدق النجاح بيقول لي بقالي كتير قوي ما عملتش نجاح ملفت كده والحد قبل ما يتوفر كنت كل ما كلمه أغنها له أتصل بيه أقوله جيت على بالي كده من كم يوم وهو كذلك أول ما أتصل بيه أقول لي جيت على بالي كده من كم يوم ودايما يقول لي أغنيتي وأغنيت مراتي ويهزر وكان شخص في منتهى الجمال اللي في الدنيا يمكن عامر مونيب برحل عننا بس يساب لنا حاجات حلوة قوي من ريحته بناته مريومة وزينة ونور وأنا ومريومة لسه عاملين أغنيت عامل إيه في حياتك ديو هي والراحل عامل مونيب ونالت استحسان الجمهور وعمل الجاوي جامد قوي والبركة فيهم أجمل حاجة سابها عامل مونيب وربنا يخليهم نمامتهم أشوفكم على خير في كواليس أغني تانية حبتوها ويوماتي معاي الصحلامي وما تتسبني على وعدي معك أرسع اسمك وفي قلبي تعيش عامل بحياتك يا حبيبي طنني عليك ده أنا زغرا يا تمراك اللي مش ناسيك اتطنن يا حبيبي عليك والله بخير أنا شايفك دايماً حوالي مش ناعي صغير وحشني أيامنا وفربت ناعدنا الأيام وحشني الحدن اللي تاخدني في قبل منام وحشني حبيبي تغذيلي ونقول يا سلام عامل بحياتك يا حبيبي طنني عليك ده أنا زغرا يا تك نعم